لكن هل هاي الكمنية دي تصل للمواطن الفقير؟ لا تصل اذا احنا مضطرين انه ما نسمح لهذا الميجرافون يروح لانه هذا الميجرافون ما رح يعطى للشعب الكردي وانه ما رح يعبر عبور ويروح الى ايران يباع هناك بثمن بخص القصد منه التخريب وصلوا الامور ايران تطلب حسن ما اسمعت يعني ما ادر الكلام الى اي حد كيف انه تطلب جام ومكسر صحيح هذا الكلام؟ شنو معنى انه من تطلب ايران جام ومكسر تشتريه؟ معنى انه قسروا الجام للمدارس والمستشفيات والممتلكات الحكومية شوف مسلوى الخصة لوين وصل لما الامور للتخريب بلد نتصل الى هذا الحد مضطرين احنا نتعامل وفق فوابط معينة على المنطقة اللي ما موجودة بها الدولة وإلا بعديا بغدادكم نفسها تصمح مخرر اشتركوا في القناة